بتكلمت عن كبار السن والأطفال ما تكلماش عن الحوامل هل في خطورة لو أصيبت هي أكيد أكيد وكمان الحوامل بنفرقهم هو جالها العدوى عند عمر قد إيه في الحملة بتاعها يعني في الفترة الأولانية لا في مشكلة على الجنين في الفترة الأخانية ممكن يتولد وعنده مثلا الاتهاب دي قوي أو حاجة في الطفل في الجنين اللي هيتولد فعشان كده الأمهات كلها اللي هي نوية إن هي دخلة على مشروع حملة المفهود إن هي تكون من الطعامة أو نراجع الفاكسينيشن كارد بتاعها ونشوف هي من الطعامة أو لأ ممكن تاخد عادي تقرص التطعيم التطعيم بيقي تماما من الإصابة به؟ 90% مثلا وحتى الطفل يعني هو بيدي حماية مثلا حوالي 90% بس حتى الطفل اللي الطعام قبل كده لو جاله الجديري مائي ما بياخدش بقى نفس المنظر أو نحن يتفاقم زي ما احنا ذكرنا في الأول لأ ممكن بس تبقى حباية أو حبيتين كده حاجة بسيطة قوي ما تبقاش جامدة الحرارة ما تبقاش جامدة طيب دكتور الأم اللي بتتعامل مع طفلها مريض الجديري إيه الإجراءات اللي هي تاخدها بحيث أن هي ما تتعديش هي شخصيا طبعا ما كانت عدوة ناقلة للعدو في كل البيت مثلا بيبقى صعب أن نعمل الموضوع ده لو فيه أربع أطفال في البيت أو لو جزءها سافر وهي أعدل وحدها في البيت بيبقى صعب عليها شوية بس طبعا على قد ما نقدر أن نعملش تلامس مع الجلد المصاب نبقاش نفس بتاعنا في بعض حتى لو نايمين في سبيل واحد بنحاول أن نعكس نايمين عكس بعض الرجل في الراس يعني بنعملهم عكس بعض وإن كان ده مش صح المفروض أن نحنا بنعزل تماما لأن النفس بتاعه معدي وهي نفسها ممكن تكون معدي لها ويكون فيه طفل تاني راضيع في البيت فتلاقي بقى زي ما حالك تفضلت أنه هو يلف في البيت كله طيب أنا عرفت أن أنا احتكيت بطفل عنده الجدور المائي بعد ما روحت مسلا هل في أي إجراءات أنا ممكن أعملها؟ خالص بس أنت بتاخد الحذر أن أنت ترائب حرارتك أخبارها إيه هل فعلا عندك أي أعراض ولا لأ هو هيبان عليك إمتى؟ بيبان عليك ما بعد السبع لعشر أيام يعني مش معنى أن أنت تعرضت له النهاردة تاني يوم يظهر معك حالما دي فترة حضانة طويلة جدا إن أنا بقاعد مرائب نفسي وقاعد أربط الأحداث ما بين إن أنا احتكيت بطفل طب هل بينتقل بين الكبار برضو؟ حقيقة عشان كده تلاقي مثلا أطفال في الحضانات بيعدوا التيتشيرز بتاعتهم أو تلاقي حد كبير عادي يجاله جديري فهو فعلا بيتقل بس مش بنفس العرضة للأطفال اللي هم بتوع المدارس اللي هم مثلا من سن أربع لسبع سنين لا السن ده أكتر طبعا فئة عمرية مش قادرين يلموا بأمور الهيجين كويس مش قادرين يزبطوا بالضبط لكن الكبار برضو بيجالهم